ممكن تدخل في الخامسة الكلاوية من هنا بتيجي أهمية المطشين اللي الناس كتير جداً فاكرة أنه لا إحنا آه سهرين عايزين 3 نوقات بس لا ده الممكن يفرقوا معنا بشكل كبير جداً في القرع طبعاً يفرقوا بشكل كبير جداً أنت بدل ما هيودوك أن أنت هتقابل فرقة بالفرقة اللي هي التصنيف التاني لا إذا أنت هتروح التصنيف إن شاء الله هتروح التصنيف الأول عشان تلاقي فرقة بالتصنيف التاني ودي هتسهلك المهمة بشكل كبير جداً مهم مطشين مهمين قوي عايزين نتفوق فيهم مع إن شاء الله كده التعصر لنيجيريا على أساس إن إحنا نبقى في الخامسة الكبار وناخد برضو تصنيف تاني تبقى الدنيا السهلة بالنسبة لنا شوية وده كمان يدي أهمية هي القرعة بتاعة المرحلة الأخيرة من تصفيات القرعة اللي هتتعمل بين 10 منتخبات هتتعمل يوم 18 ديسمبر 18 ديسمبر ده معاد انتهاء بطولة كاس العرب اللي هتبتدي أعتقد من 20 نوفمبر لـ 18 أو 30 نوفمبر يعني مش بفاقة هي بدايتها في آخر نوفمبر تنتهي في 18 ديسمبر وتحت رعاية الفيفا فأعتقد أنها ممكن كمان تضيف للرصيد منتخب مصر من النقاط وتساهم في تحسن ترتبنا في التصنيف بالضبط نتمنى إن إحنا نعمل طبعا حاجة كويسة برضو كاس العرب بطولة يعني هتبقى كبيرة وهتبقى بطولة عربية طبعا بحتة وإن شاء الله نعمل فيها نتائج جيدة يعني ولكن خلينا في الأول اللي إحنا ندور على مباراة أنجولا والجابون بالأهم بزي ما حضرتك قولت دول الأقرب لنا وللمنافسة هتبقى يعني مش عايزة أقول الشارسة ما بيننا وبالنجيريا طبعا فرق كبير لما أنت هتلعب طبعا تحط في الخمسة الأوائل هتلاقي نفسك برضو في رقا يعني الدنيا معقولة شوية طبعا مواجهة أبدا لما تصدم بحد من الخمسة الكبار مغرب تونس وموجهات شمال أفريقيا دي بتبقى بالنسبة لنا صعبة شوية بتبقى صعبة شوية بالزبط يعني رغم ان تفوقنا على مستوى الأندية على كل أندية شمال أفريقيا بس إحنا بنيجي المنتخبات بتبقى العالية صعبة بالزبط بتبقى صعبة شوية ماتشة أنجولا اعتبر أصعب من ماتشة جابون لاعتبارات كتير طبعا بتعبار أردا كنبرا واحد وياريت لو نعرض صور ملعب المباراة ملعب 11 نوفمبر اللي هيستضيف مباراة مصر وأنجولا وكمان كابتن جمال المرة دي كتيبة المحترفين موجودة المحترفين بالزبط على عكس المباراة الأولى المباراة الأولى فعلا فيه كتيبة محترفين شايفها يعني لعبة كتير يعني كانوا حرس المرمى وهجو مركيز وبستوس لعب رسطف الروسي قيمة كبيرة أعتقد أن القيمة دي كلما اللعبة بيبقى المحترفين وخاصة الأفارقة الأفارقة بيبقوا محترفين في أندية بحس أن هم فرقين كتير مع أنديتهم فتواجدهم المباراة دي هتبقى برضو هتديها صعوبة نسبيا أن أنت تقدر تتفوق عليهم ولكن حيطبعا بمنتهى الأمانة عندنا المحترفين محمد صلاح والنيني ووحمد حسن كوكا ووحمد حجازي عندنا لعبة فعلا بتعمل الفرق معنا دلوقتي لما بيجوا في المباراة بحس فعلا بتقل اللعبة دي في الملعب خبرات عالية الضغوط بالنسبة لهم يقدروا يسيطر على الضغوط ويقدروا يدوا دفع كبير للعبة اللي بتلعب برضو في الدور المحلي أعتقد إن شاء الله لعبتنا بإذن الله وغيرات أنجولا دي نكسبها بشكل كويس وبعدين نفكر في برطة الجابوني